فضالة تمكنت القوات المشتركة والمقاومة من دك تحصينات وأوكار لمليشيات الحوثي ما أدى إلى مصرع تسعة من عناصرها بينهم قناصون منظر عسكري أوضح أن القوات المشتركة والمقاومة قصفت تحصينات وتجمعات المليشيات في موقع جبلي استراتيجي يطل على منطقة باب غلق التابعة للفاخر وضف أن الاستهدافة جاء بعد عملية رصد واستطلاع من قبل وحدة الاستطلاع المتقدمة وأشار إلى أن القوات المشتركة والمقاومة استعادت ثلاثة مواقع واتلال واقرا في عملية عسكرية شنت على مواقع الحوثيين التي تطل على مدينة الفاخر باتجاه باب غلق والقفلة التابعة لمحافظة الضالع وأنه تم اغتنام أسلحة وذخائر